اشتركوا في القناة وهنا من العشر حلقات السابقة أتممنا فيها ما نظن أنه كافي كقاعدة للعلوم الإنسانية من وجهة نظر الإسلام وكما قلنا ونكرر أن في نظرنا أن مصدر العلوم الإنسانية هو الدين وشوف نحن مبابرات كثيرا لذلك وهناك اختلاف كبير جدا حتى في الإسم وما يسمونه علوم اجتماعية أنا أميل إلى فكرة العلوم الإنسانية وقلنا الأصل عند ما هو غير الإسلام أو الغرب إذا صحت الكلمة والإسلام أن الإسلام بيعتمد على الوحي لإيجاد قاعدة أو مجموعة الأصول والمبادئ للعلوم الإنسانية ونعيد ونكرر اللي بيقول إعلاق الدب الإقصاد هو الإقصاد فرع من العلوم الإنسانية وكما قلنا مصدر العلوم الإنسانية هو الدين فيعني نبني هذه القاعدة لمن يراد أن يتعرف على فرع أي فرع من فرع العلوم الإنسانية فليعلم أن المصدر لهذه العلوم هو الوحي من خلال الدين تمام بعد أن أرصينا القاعدة والأصول أو على الأقل في نظرنا ما يكفي لأن يكون قاعدة وأصول للعلوم الإنسانية من وجهة نظر الإسلام نبدأ الآن في البناء لأن كل فكرة أو كل شيء له قاعدة وبناء البناء هو البناء مثل ومثل البناء العادي زي العمارة أو المدرسة أو المستشفى لها قاعدة وبناء وكذلك المجتمع الإنساني ينظم عن طريق علوم لها قاعدة وبناء يعني لا استغراب في ذلك المجتمع البشري يعيش في بناء حتى المجتمع عبارة عن بناء يتكون من قبيلة بناء يتكون من أسرة بناء حتى الأسرة تتكون من أفراد الزكر وأنسة والفرض في حد ذاته بناء الكون كله حتى الزر بناء فنحن الآن أمام بعد أن أرصينا القاعدة هننظر إلى البناء نبدأ هذا البناء بـ title حسب عاداتنا دائما نضع الأصل في title حتى يسهل التذكره ويكون لنا بمثاب خطوة بعد خطوة حتى نبني هذا البناء بداية هذه الحلقة ستكون حول المثلث النقدي الإسلام مثلث نقدي إسلام طبعا في ناس بعضك تتعجب يعني يتوجب كلام دا منين يعني كلام عادي جدا كأنه عبارة عن تنظيم لهذا الفرع من العلوم مسلث نقدي إسلام قد لم يسبقني أحد في هذا ولكن المادة بتاعته موجودة في كل كتب أنا بحطها بصورة تنظيمية ليس أفضل إذا هنبدأ بحاجة مهمة جدا في نظري في الاقتصاد الإسلامي لن تستطيع أن تتعرف إلا من خلال هذا المنهج كما أطرحه بالنسبة لي فما هو المثلث النقدي الإسلام اخترت المثلث لأن المثلث له ثلاث رؤوس وكما أنهينا الحلقة الماضية بوحدة مسائل الموضوع وعدتكم أننا سنطبق وحدة المسائل الموضوع في الحلقة القادمة وهذه هي الحلقة القادمة وهي الحادية عشر أو الحلقة أحداشر وحدة مسائل الموضوع في هنا فكرة جديدة وأنا أردت بعرض هذه الفكرة كحل مشكلة المشكلة أن رؤوس هذه المثلث هي مواضيع اختلطت على الجميع وهذا الاختلاط ليس لصعوبتها وإنما فقدت بعد المقاومات للفهم فهذا المثلث المثلث هيعلنا على فهم هؤلاء الثلاث مواضيع أنهم رؤوس المثلث وهم مفهوم النقود رأس أساسي تحريم الربا فرضية الزكاة فرضية أن يكون الناس ملتزمين وإحنا عارفين إذن الزكاة هي العبادة المالية كما يلتقون عليها فما هيش اختيارية ده جزء من البناء والكيان المجتمع الإنساني الزكاة فنبدأ مرة أخرى أو نعيد مرة أخرى يبدأ الجانب البنائي أو البناء الاقتصادي الإسلامي بعد إرصاء القاعدة يبدأ بفكرة المثلث النقدي الإسلامي مثلث نقدي إسلامي مثلث يعني له ثلاث رؤوس والرؤوس هي مرة أخرى سنكرر ذلك لأنه من الأهمية في المكان مفهوم النقود تحريم الربا فرضية الزكاة والثلاثة نعود إلى فكرة وحدة مسائل الموضوع الثلاثة ثلاثة مسائل في موضوع واحد وإن فرقتهم هتفقد جزء كبير جدا من معانيهم وحتى تستوعب فكرة كل مسألة يجب أن تربطها للمسألة الأخرى طبعا هي فكرة الموضوع المسألة كما ذكرنا مش عملية دا أكبر من ذلك لا لا الفكرة أن المسألة الوحدة قد تكون موضوع وفيها مسائل كثير جدا بمثالنا دا الرأس الأولى المسلسة أو المسألة الأولى النقود النقود فحدثتها موضوع موضوع كبير جدا وفيه مسائل كثيرة جدا لكن هو تنظيم للفكرة ليس أكثر المسلس النقدي الإسلام أبار عن مفهوم النقود تحريم الربا فرضية الزكاة هنبدأ مسألة مسألة ثم نضع لها خطوط عريضة وخلال عرضها سوف نركز على نقطة الارتباط بينها وبين المسائل الأخرى حتى يصح ادعاءنا أن هذا مسلس واحد وأن الفهم العام يستلزم الربط بين هذه المسائل فمثلا النقود هنبدأ موضوع النقود ونحاول توضيح مشكلة النقود ففيه واحد يقول لك طب شمعنا النقود يعني النقود أساس في المجتمع البشر ومن الأهمية بمكان أن المجتمع الإنساني لم يكن ليصل إلى ما هو عليه الآن دون النقود مرة تانية المجتمع البشري لم يكن ليصل إلى ما وصل إليه الآن من تقدم سواء تقدم في البناء الإنساني نفسه أو في البناء المادي وهذه الاختراعات وهذه وسائل الحياة المتعددة والتطور واكتشاف أسرار المادة والاستفادة بها واكتشاف الأدوات الأخرى مثل استخدام ما نحن فيه الآن قدرتي أن أنا أسجل هذا ويصل إليكم عن طريق شاشة هذه من الاكتشافات والاكتشافات معنى الاطلاع على أسرار المادة ليس معنى أننا اكتشفنا شيء كان غير موجود أصلا لا شيء موجود منذ بداية الخليق لكن اكتشفنا على أسراره وطوعناها اكتشفنا على فكرة كيف سخرها الله لنا ثم عملنا أبدع الإنسان بقدراته فوصل بها إلى أن وضعها في أداة يمكن للإنسان وللبشرية أن تستفيد بها إذن مرة أخرى لم يكن أن يصل المجتمع البشري إلا ما وصل إليه دون نقود دي نمرة واحد نمرة اتنين طيب الاقتصاد العادي منذ بدى العلم يعني فيه فرق دائما حن حن نفرق ما بين العلم ومن بين النشاط الاقتصاد منذ بدى العلم قبل ذلك طبعا كان الإنسان يتعامل بالنقود طول حياته وقبل العلم لكن هو العلم زي ما قلنا كده النشاط الإنساني بدأ من بداية الإنسان لكن هذه العلوم جاءت لتشرح وتنظم هذا النشاط في إدارة المجتمع ليس إلا لكن مثلا وقبل علم الاقتصاد كان الإنسان لا يمارس يمارس أنشطته ذات الأمعاد الاقتصادية كان بيمارسها بل يمكن في وقت من الأوقات كان بيمارسها بما هو أفضل ما يمارس به الآن يعني مش عايزين نخرج على الموضوع فهذا النقد ليس استخداما في البشرية البشرية بتستخدمها منذ عهود قبل علم الاقتصاد بكثير ولكن منذ أن بدأ علم الاقتصاد أنا عارفين علم الاقتصاد عبارة عن جزئين أساسيين اللي هو المايكرو ايكنوميك والماكرو ايكنوميك أول بداية المايكرو ايكنوميك المايكرو اللي هو العام اقتصاد الجزئي وقتصاد عام اول شيء هو الاقتصاد في الاقتصاد يعني لو فتحت أي كتاب اقتصاد في المجرد والاقتصاد العام هتلاقي موضوع النقود طيب ليه غير واضح لأنه لم يشرح بطريقة كافية أو بما يجب أن يكون طيب السؤال يجي لماذا هذا هو الواقع لماذا لن يجيب أحد إلا المتخصص أو الباحث يمكن لما نوصل في الآخر النقود يمكن المشاهد نفسه يجيب على هذا لماذا لأن في أصبحت النقود النهاردة وسيء استخدمها ووصل بيها بأطوار إلى أن وصلت إلى الطور الموجود الآن ولا أقول تطور طور لأن التطور يعني ارتقاء ولم يكن ارتقاء أبداً للنقود وإنما هو طور بصورة النقدية النقد اللي هي الوحدة النقدية الموجودة الآن عملية لا ترضي أحد أبداً سواء هو إسلامي أو غير إسلامي حتى أن الغرب النهاردة يعلمون فساد الوحدة النقدية الحقيقية اللي هي تعبر عن النقود وأغلبهم يدعي أو هو يتنبأ بفشل هذا النظام وكل الدارسين المخلصين الصادقين يقولون إن النظام النقد الحالي سينهار سينهار لأنه ليس فيه مقومات بل فيه من النقة الفاسدة التي ستجعل أو ستكون هي سبب في انهيار هذا النظام ما بعد ذلك يعني قصة تانية لكن الإجابة أن الوحدة النقدية والنظام النقد فيه فرق ما بين الوحدة النقدية قد نراحل ذلك بعد فترة يعني من توضيح الأمر الوحدة النقدية النظام النقدي السياسات النقدية ثلاث حاجات مختلفين فأحنا نركز دايما على الوحدة النقدية لأوي طالما تم تقرير الوحدة النقدية أصبح النظام النقدي تحسين حاص وأصبحت السياسة النقدية تعتمد على النظام النقد والوحدة النقدية تحسين حاص لكن المهم الأساس هي الوحدة النقضية ده من جانب علم الاقتصاد العام أو الماكرو ايكنوميك طيب لما نيجي المايكرو ايكنوميك كله بيتكلم غالبا عن التولز أو الأدوات الماكرو ايكنوميك بيعتمد أولا وأخيرا على قوانين شاء النظرية بقى لأن دي قوانين قوانين العرض والطلب وهي قوانين كبيرة جدا وهذه القوانين بتعتمد على قوانين كونية في العرض والطلب وكثير جدا مش محتاج توضيح حينما تقول حينما يقل العرض يرتفع السعر واضحة جدا وليس هذا كشرح وإنما هو نتيجة كلنا نحسها في الحياة حينما قلت شيء زادت أهمية وحينما يقسر الشيء يقل ثمنه يكون كتير فيبقى زهيد الثمن حينما يكون قليل يكون عالي الثمن وليس أكثر قيمة يعني إحنا قلنا القيمة هي قيمة نفعية أو قيمة تبادلية ولهزعوا بالقيمة الوقت لله سبحانه وتعالى الحكمة في الندرة ولما تعرضنا للنقدة في المبادئ عند لما كنا بنقول المبدأ التوازن الطبيعي أو القدرية من قدر والتوازن الطبيعي استنتجنا أن الندرة ليست جزء من المشكلة الاقتصادية كما يدعي الغرب الغرب يقول أن فيه مشكلة اقتصادية نحن نقول ما فيه مشكلة اقتصادية وأن علم الاقتصاد علم بيعتمد على الواحي كتنظيم للنشاط البشري وهكذا خلق الله سبحانه وتعالى وكخالق عادل أرسل إليه رسل يعلمه بمنهجيته في الحياة حتى يحقق لهدف مهجوم فنرقا ونقول أن الندرة هي جزء من التوازن الطبيعي أو جزء من القدرية والتوازن الطبيعي هذه هي الندرة فنجد إحنا في المايكرو ايكونوميك أو الاقتصاد الجزئي يعتمد على التولز التولز اللي هي قوانين مش أقول نظرية قوانين العرض والطلب هو لم يكتشف يعني هذه القانون في علم الاقتصاد للوضع علمان هو اكتشف جزء من القوانين الكونية وذلك نقول القانون وليس نظرية طيب هذه القانونين بتعمل ايه تقولن اللي فيه توازن ما بين أمرين بالتحديد عشان يوضح فكرة الثمن ما بين البضاع والنقود اللي هي الإسلام الإسلاميين السمو إن هي دي الثمن والمثمن بس احنا يجوز الثمن والمثمن ألفاظ غريبة فبنستخدم بدل منها ما هو شائع لاستخدام اللغوي اللي هي النقود والبضاعة طيب لما تيجي تمسك الأفقي والرأسي كلاهما سكاجول أو يسول البعد النقود والبعد البضاعة البضاعة لها منهجية أو لها العوامل للإنتاج عناصر الإنتاج عناصر الإنتاج يعني كلنا نعلمها ومش هنخد فيها الآن طيب عناصر الإنتاج بتنتج المنتج طيب المنتج ده حتى يتداول لابد من تحديد السعر فبيضع الجانب الأفقي كالنقود أو الأثمان ويطبق بينهما من نظر المستهلك ومن نظر المنتج كلما زادت العرض قلت دمن قلت ثمن وحينما يقل العرض يزيد الثمن حتى يلتقي المحوران في نقطة سموها The Equilibrium Equilibrium اللي هي نقطة التوازن هذا المفهوم هو أصل الاقتصاد الجزء أو Microeconomic إذن Macroeconomic بداية نتكلم عن نقود Microeconomic بيقوم على فكرة قاولين العرض والطلب وهذا هو اللي في النهاية فكرة التوازن The Equilibrium اللي هي ما بين نقطة التوازن ما بين السعر وكمية عرض السلع وعناصر الإنتهان إذن حتى في الاقتصاد الوضعي النقود من الأهمية بمكان حتى تستطيع أن تفهم حتى الاقتصاد الوضعي إذن ممكن إحنا نستنتج ونقول حتى تفهم اقتصاد لابد أن تفهم النقود دون النقود يعني لا أمل في أن أنت تفهم اقتصاد وهذا بالنسبة للاقتصاد الغاربي بالنسبة للاقتصاد الإسلامي بداية هو المسلس النقلي بداية رأس المسلس هو النقود إن لم تستوعب فكرة النقود فلن تستوعب فكرة الاقتصاد لا من جانب الاقتصاد الوضعي ولا من جانب الاقتصاد الإسلامي هذه المقدمة مهمة إن شاء الله سنبدأ الحلقة القادمة بتفصيل موضوع النقود أو مسألة النقود من حيث تنظر لها من وجهة نظر المسلس النقدي الإسلامي نراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا